والعبد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشكل صغري بسرع أمري ورحمة الله ورحمة الله وبركاته من دساني ورحمة الله وطلب لي ابتداء من أدردهم الطعيتي والتلائي إلى الاتحاد الإسلامي الأفريقي أرد عبر رئيسي سماحة الخليفة والشيخ محمد محمد إبراهي بنسري وسائلنا معه تحت هذا الاتحاد من أولئك هذه الحضرة الوفقية وأشكركم بصالة عن نفسي وعن تبعية أجزاء الدين على هذه الفوصة الذهوية الثمينة التي أطعها لنا للمشاركة في هذا المهجة العظيم وهذه التظاهر الحاشية والوعفة التضامنية التي سجلت اليوم صورة من إحدى وأرقى معاني التعبير عن الإخوة الإسلامية أخوة الإسلامية أبقى الأرقى الصالحة والتضامن الإنساني الرجيم إن هذه المعفة النبيلة والمهرجان التعبوي التي يتم تنزيمه اليوم في مجلسك الله للمبادرة مباركة لها جلالاتها العمزية ولها ركائدها وجذورها ضاربة في أمك فنحن لما ندفع إليها من فرح وإنما انتلاقا من أفريات ومعطيات تاريخية وموضوعية وأخلاقية وفلسطين قياد حاضرة في كل في قلبي وبردات الإسلامية بل كل إنسان منصف يتغيى الأقل ويبطى الطايمة وإبتزازة وبرك الأخلية وفلسطين من منزول الشياء إبراهيم رضي الله عنه لها خصوصياتها ومنكاناتها المدنيزة وقطياتها قائده هو والمسلمين جميعا ولسا مجرد قطيات عربية يتقايد الإنسسار لها بإنبعات الواقع القومية الطايمة وحصة وكتاباته ومواقعه المسجلة غير شاهد على ما نقول ففي رسالة له إلى جامعة القول العربية عبر أميني هل عاق السيد عبد الخالد القصوني بمناسبة الإنقالي كمتها سنة 64 و 900 يقول في أثنائها ونحن إسنكتب بهذه المناسبة فلا نعتبر أنفسنا أجانبا عنه على الموضوع لأننا وإن لم تربئنا الجامعة العربية بفلسطينة عزيزة ولم نجد في أوروبنا دماء أعرض موقفتنا إلا أننا بإسلامنا المخالص منظمنا بالإنتصار لهذه القضية العادية وهي حبيثة حاولة استعمار وحاولت السهل بسهلية تنصر معالمها لتصوير القضية مستينة بين يهود بها ولا نعترى فيها ولا جمل بيضا أن وعينا الإسلامي كان لهم دائما بميرسا فقضية فلسطين في رأينا قبل كل شيء قد يسجل مسجد الأعصار ومعلوم أن مصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأعصار ليس للفلسطين وحده ومعلوم أن مصر الرسول الأعصار ليس للفلسطين وحده وحده ولا لأعبد بلائمه وإنما أقول كل من أعلم بله سبحانه لذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحراري إلى المسجد الأعصار هذه مصرة الشيخ رب العلو عنه وموطفه من هذه القضية وما زالت الموطف الذي يتبعناها أولا به وأتبعه في كل مكان من هذا العالم وهذه التطاهرة دليل ماضيق وشاهد حين أيها الأخوة الكرام إننا لا يفعلنا في هذه الأجالة أن نحيي بكل فخر واعتزاز إفوتنا وأشفاءنا في قصة الصاملة على هذا المصر الكبير وهذه الملحف الملحفة العزمة التي تقدم فيها إلى عالم كله درساً في السمود والإبالي والإزالي والحامية الأقنية والمغيرة على النقل وعلى الأيد بل هذه المقاومة الشيخة التي تحكمت خلالها تلك الهالات الوهمية والصور النمطية التي حاولوا لمقتل وزارعها في أزهاننا في الأسنوات لكننا نجزينا إلينا من طوال المقاومة وما تكبرتهم قوات الاحتلال من سطائر كبيرة في الأرباح والأتال في المعارض التي تدور في أجل المحارب جاءنا جاهزة هوليونية الإبراطورية للتساغر وبرصق لداء الأمور والأطرسة التي يحتاج بها فيها الغاشم والظالم سنوات الإجارة والتحييتون فوقعتن بأفتل ساعتن وزيدون تمتلك من مجموعة الوهمية وممتلقها من هارونا صرفتن متوفياتن ونقال إلى الفقوماتي والأمور المتحدة ومجلس الأمني وسائل المؤسسات والحيات والفقوتي والمجتمع الدولي دوريون إلى المسارعات المقاومة المسكولياتي كاملة لإنهاي معاناة الشعب الخرطيلي وبرها من وجون العصرين وجرافة من الإبادة الجماعية وبالإحدى لهذه الحرب الإسرائيلية على قتاع القصر فإن هذه الحرب من أكبر مهددات السلام الدولي يريد إدارها وإنهاقها كما نطالب مستقعة العجل بيوصول المساعدات الإنسانية وتورق في مانئة قبول الأخذية والبدوية والإنجادة إغاثية كيغاثية كيغاثية وكتام الله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين ويرفع الدين ويؤيد الأفرق لأسحابها ويرفع مناصرات في المسجد المرسى كما ذلك الله يعزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ذلك الله تعالى اريدكم الله تعالى وبركاته مع نمادي تيوي ومن أسرح أن تتلليسي ومن أعبون أن تتلقب له ومن اشتريك ومن اشتريك ومن أنت شرح أن تتلقل له لكاذا أنكت مشفيد ها السرح لكم مونانا سرسيدا